بيرزيت تطلق مدونة محوسبة تشمل 6 لهجات عمية المزبوط موضوع ذاكي كتير ورح يأتي أكله مع الأجيال الجديدة لأنه بصراحة إذا بتلاحظوا أحيانا أهلنا بيحكوا لهجة إحنا بنحكي لأولادنا بيحكوا لهجة لأنهم بتأثروا بالمحيط بدناش لهجات من العمية الأصلية تندثر دكتور مصطفى جرار مدير المشروع أهلا وسهلا فيكم في جامعة بيرزيت ترفعوا الراس والله الله يخليك صباح الخير إليك وليجميع المستمعين يحياك الله شو يعني ماهيت هالمشروع شو اللي دفعكم تعملوا وهل هو بالتزامن وبالتعاون مع الدول العربية أخرى يعني عرفته اليمن كمان عملت هيك إشي والدول العربية تاني تفضل هو بدأ الموضوع بالألفين وحداش كمنا بحوسبة اللهجة العمية الفلسطينية وأطلقناها في حينه وبعدين على يعني إثر حوسبتنا لللهجة العمية الفلسطينية منتدينا فعبر طبعا يعني تعامن وشركات عم كمنا بحوسبة اللهجة اللبنانية جاربا وبعدين بالتعاون مع الأمم المتحدة والتعاون مع الجامعة الأمريكية بيروت عملنا حوسبة لأربع لهجات عربية اللي هم العراقي واليمني والسوداني والليبي فهذول كلهم مع بعض شكلوا يعني أنتوا اللي كمتوا فيهم؟ نحن اللي كمنا فيهم على أثر اللي هي على نفس منهجية اللي بنسميه كراس اللي هو اللهجة الفلسطينية يعني مش شباب فلسطينية اللي عملوا يعني في اليمن يمنيين أنت عاونتوا مع حدا من قلب الدولة عن طريق الأمم المتحدة صحية نعم صحية جميل والحوسبة طبعا بتعني أننا جمعنا نصوص نصوص مجموعة والآن يعني لست لهجات مليون وثلاثمئة ألف أو أكثر شوية يعني كل واحدة تقريب مليون مفردة دولة خمسة ألف لا بتختلف يعني أصغرهم اللهجة اللبنانية عشر تلاف نص حجمه عشر تلاف لأنه مش كثير بلزم أكثر لأنه اللهجة الفلسطينية بتغطي بغطوا بعض مهم هدونا نفس اللهجة نحن منغطي كل شوام الأردن لبنان وكذلك سوريا يعني طريقة التصريف في بلاد الشام طريقة التصريف اللغة العامية متشابهة جدا فالقليل اختلاف أكثر وفي ضمائر وكلمات وظيفية صحيح فبالنهاية كمنا في هذا الجمع الكميل الكبير من النصوص أخر شوية بحكي من وين جمناها جاريت وكل كلمة كل كلمة عشان الناس تتصور أنه يعني احنا مش جمعنا نصوص فقط كل كلمة من المليون وثلاثمئة ألف تم تصريفها تصريفها معنى بدنا نحط سوابك الكلمة ولواحقها يعني مثلا أبو كلوش الواو إشي والبا إشي وبعدين أكلها وقوش إشي ثاني وقسم الكلام إنها يعني اسم أو فعل أو كلمة وظيفية إنها الجنس الكلمة المعدود المقابل بالفصحة والتعريف والتعريف بالإنجليزي منسميه التعريف بالإنجليزي فيعني عمل كان يعني طيب أني لهجة إحنا عنا فلسطيني إحنا في عنا القال وفي عنا الكال وفي عنا الـ مثلا في قولة رمالة إحنا منحكي أتشل تشع تشع وكذلك في مخيم لدهيش مثلا في تعامرة وبنين عيم ويطة ودورة بيحكوا بالقال في القال في الآن الأهل رمالة وأهل الشمال معظموا بيحكوا بالكال وفي منهم بالقاء زي الناصرة مثلا قلتلو قلتلو إسم أني لهجة اعتمت نعم صحيح شوفي إحنا معتمدناش لهجة معينة هو في بعض الحروف يتم إقلابها مظبوط ولكن عندما تكتب إحنا من إحنا اللي منحوسب ومشي اللهجة المنطوقة اللهجة المكتوبة لما تكتب عشان هيك قلتلو وبتنكتب زي ما هي سواء قلتلو أو قلتلو ففي الفروق الصوتية بين اللهجات بتحكي عنها صحيح هاي بتكون بتلزم مدونة أخرى يعني مدونة أخرى اللي هي مسجلة يعني صوت والله أنا بتمنى تشتغلوا عليها صراحة لأنها ممتعة وجميل إنها تأرشف إلكترونيا طبعا هو يعني اللي بدأكله هذا النوع من الأبحاث ينظر لإله من ناحية ثقافية طبعا هو أرشف ينظر إله كمان بأنه المتعلي يعني الأجانب لما بتعلموا اللغة العربية بيحبوا كمان يعني بنزلوا على الشارع بيلكوا لغة ثانية فبيدهم مرات يعني أدوات تعليمية ومصادر تعليمية هذا إله علاقة بمسألة السياحة ولكن إحنا هذا في المشروع تابعنا الأساسي طبعا ليس لا حفظ الطراث مع أنه يحفظ الطراث ولا تعليم الأجانب مع أنه شغلنا يستفيد منه الأجانب ولكن هدفنا أنه الحاسوب يتصير يتعرف يفهم اللغة العامية لما ستة جدتي تحكي معه الحاسوب والله بده يصير يفهم عليها يعني هو مش حتى هو ليس على حساب اللغة الفصحة كمان بالمناسبة هي القصة أنه في ذكاء استناعي برمجيات ذكاء استناعي لازم تنبنى وعشان تنبنى لازم يصير في حوسبة إحنا منسمي شغلنا تقنيات لبناء برمجيات ذكية هذا الفكرة كتير حلوة اللي بنحاول نسعى إله إذن الحاسوب ممكن يتعرف على لهجاتنا و لما ستنا أو واحدة من خلاتنا الكبار في السن تحكي بهذه اللهجة فهو بتعرف عليها نعم صحيح لأنك أنت حاطت كيف اعتمدت في الأرشفة كيف انتقيت المفردات اعتمادنا في الأرشفة إحنا كمنا بجمع كل لهجة بتختلف عن الثانية طبية الفلسطينية هي في عنا ثلثة مجمع من الفيسبوك بس الثلثين هو مسلسلات وطن عوطر يعني الله بارك يومي الشباب بتليفون جبنا النص نصوص منهم واللهجة اللبنانية فيها فيسبوك وفيها زجل اللهجة اليمنية من تويتر اللهجة السودانية والعراقية والليبيية تم تجميعها من فيسبوك ومن اليوتيوب في دراما بتبقى وفي كلمات دراما وفي كلمات فهي بتغطي كمان كل المجالات وكل المواضيع لأنه هذا الحاجة يعني في مجالات الذكاء الاصطناعية وحنا اللي كمنا فيه جامعة بيرزيت ان حوسبنا وربطناها باللغة الفصحة ربطناها في معاجة معينة الهدف اننا نحاول نفهم دلالة الكلمات جميل مستقبلها وان شاء الله تبنوا على ما عملتو هلأ سواء من ناحية صوتية ومن ناحية زيادة عدد المفردات وزيادة عدد المفردات وزيادة اللغات التانية بالفعل اللهجات التانية من لغتنا لان نفس اللغة العربية نربطهم مع بعض كلنا الهجات احيانا بتكون رائعة ومدهش شاء الله ما تتعرف عليها نعم عن جد شكرا يا دكتر شكرا لك كير شاء الله ما تغيب علينا دكتر مصطفى جرار مدير مشروع اطلاق مدونة مدونة محوسبة تشمل ست لهجات عمية من عدد الدول العربية موضوع مهم يحترم ويبنى عليه شكرا جزيلا يا دكتر جرار إلى اللقاء